للإطلاع على تطورات المشاريع في قطاع الصحة والأشغال في محافظة العاصمة اجتمع مجلس المحافظة ممثلا برئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مع عدد من مدراء الدوائر مدير الأشغال ومدير الصحة ومساعد الأمين العام لوزارة الصحة وكافة المدراء التنفيذيين المعنيين بتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس محافظة العاصمة اليوم الاجتماع أهدافه إن شاء الله سيلمسها المواطن أهداف اجتماعنا اليوم لغايات الاطلاع على آلية تنفيذ المشاريع أهم المشاريع الرأسمالية الكبيرة في مجلس محافظة العاصمة نحن متابعون وبفضل الله مع كافة المدراء التنفيذيين لغايات بيان المسار اللي وصلوا له مجلس اليوم بيجتمع لتقييم مخططات وإنشاء المراكز الصحية في محافظة العاصمة اللي هي حقيقة يعني بتدل على متابعة عضاء مجلس المحافظة لإنشاء مراكز صحية لأن المراكز الصحية في كل المحافظة بحاجة لترميم جديد وبحاجة لصيانة وبحاجة في مناطق ما فيها مراكز صحية مرة أعضاء مجلس المحافظة تساءل عن بعض المبالغ المالية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة العام الماضي لمشاريع لم يتم تنفيذها اجتماعنا لهذا اليوم من أجل بحث كتب وجهت إلينا من الحكومة ومن وزير المالية بالذات تتمحور حول خصم مبالغ معينة يعني على سبيل المثال أربع مليون دينار من موازلة الأشغال لعام 2019 وذلك لدفع هذه المبالغ عن ما رصد في ذمة الحكومة في عام 2018 مع التنويه بهاي النقطة بالذات أنه 2018 أصلا كان مرصود إليها مبالغها فنحن الآن نسأل الحكومة أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم تدفع من موازنة 2018 لماذا تطلب منها في 2019 لذلك نحن في صدد هذا اجتماع أولي اجتماعنا اليوم من أجل الاطلاع على مناقلات تقدمت بها مديرية الصحة العاصمة من أجل إنشاء المشاريع التي في 2018 وتعثرت وتغذية المستشفيات بإجراء مناقلات لكن للأمانة لم يكن مجلس المحافظة سببا في تعثر هذه المشاريع بل المجلس كان حريص ويمتابع جدا على تنفيذ المشاريع والتي بحاجة إلها مواطننا من أجل خلق تنمية وخدمة لهذه المواطن وتأتي هذه الاجتماعات للوقوف على آخر ما توصلت له عمليات الإنشاء والتطوير في المحافظة بالإضافة إلى المشاريع التي تم تنفيذها أسامة بليبلي الحقيقة الدولية